ولكن البلقان فيها أكثر من لاعب قوي ولكن أردوغان استطاعت تعامل مع مختلف الدول يعني مثلاً روسيا تجد بأن حليفتها صربيا ولكن ليست البوسنة والهرسك بينما أردوغان تعامل مع الجميع هذا ما يميز السياسة التركية الواقعية السياسية والمنفعة الواقعية السياسية والمنفعة تفرض على الرئيس التركي بناء مقاربات مرنة متحركة يعني مثلاً خلال العامين الحاليين يبني سياسة يتخلى عنها بعد عامين في حال تطورت الملفات الدولية هذه السياسة المرنة لا تمتلكها المؤسسات الغربية لا تمتلكها روسيا لذلك نستطيع أن نقول نعم قدرة تركية المرنة على الدخول هذه السياسة تسمى بسياسة المنحدر أو السياسة التأرجح على الحافة يعني الرئيس أردوغان يدرك أن التأرجح على الحافة الخطأ فيه صفر لكنه رجل حتى الآن ناجح في التأرجح على الحافات الخطرة وفي الحافات الخطرة المنافسون قلة لا يستطيع الكثير على المنافسة لذلك منافسون رئيس أردوغان في هذه الحافات الخطرة قلة وهذه القلة تتعامل مع تركيا على أنها ليست خصم وإنما الشريك رغم أنهم متنافسون لكن هناك شراكات ما بين روسيا وتركيا في دول البلقان ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي في دول البلقان يعني تركيا لاعب قوي جدا في الناتو في الحرب ما بين البوسنة وصربيا في نفس الوقت هي لاعب أساسي في المحور الروسي مع سربيا حتى وصلوا إلى درجة أن سربيا وافقت على دخول الشرطة إلى سربيا الشرطة التركية لذلك نستطيع أن نقول التركيا حتى الآن تقود سياسة ناجحة في دول البلقان والدليل على أن هذه السياسة تجني ثمارها اقتصاديا وتجني ثمارها سياسيا وتم التوجه نحو تأسيس محور فاعل في دول البلقان قريب إلى تركيا يشكل محور ليس منتمي إلى روسيا وليس منتمي إلى الاتحاد الأوروبي محور مختلف لديه مصالح مشتركة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ولديه في نفس الوقت مصالح مشتركة مع روسيا ويدير هذه المصالح بحرافية عالية